موسيقى مشاهدينا بلبنان والمنطقة العربية وعالم الانتشار تحية تحية الأخوة الإنسانية بهنهار يلي دعي لإله أداسة البابا فرانسيس بناءً لاقتراح اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومعه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يلي تكرس للصلاة من أجل شفاء من وباء الكورونا والكورونا بالحقيقة هو وباء ولكن بخبي وراء كل الأوبئة يلي المجتمع عم بيعاني منها ويلي انذكرت بوسيقى الأخوة الإنسانية يلي هي موضوع حلقتنا اليوم هالدعوة المشتركة من هالقطبين الدينيين الكبار بتندرج إذن بإطار هالوثيقة وبروحية هالوثيقة يلي انمضت بأربع عشباط 2019 يعني من سنة وشهرين ويلي هي بالحقيقة ما في عليها مرور زمن ولا هي بتعتق ولا هي بلشت من أربع عشباط 2019 لأنه الأخوة الإنسانية ما بتتحدد بوثيقة وما بتنحد بزمن أو بتاريخ الأخوة الإنسانية هي أشمل وأوسع وأعمق من صفحات قليلة مضاها رئيس الكنيسة الكاتوليكية ومضاها شيخ الأزهر هالصفحات القليلة صحيح أنه هي مليانة هي مثل ما منقول مرصوصة هي معباية ولكن هالصفحات القليلة بتخذنا لبعيد بتردنا لقيم عشناها انطلاقاً من كتبنا المؤدسة من الإنجيل من القرآن انطلاقاً من تعاليم الأديان انطلاقاً من المبادئ السماوية وكل حديث عن هالوسيقة اللي رح يصير اليوم هو محاولة للإحاطة الكاملة بمضامينا إذا قدرنا رح يتولى هالحديث صديقي وزميلة البروفيسور الدكتور سليم الظاهر وأنا رحكون معه طبعاً والدكتور الظاهر هو عميد كلية الحقوق حالياً في جامعة فينيسيا بالجنوب هو ابن لقبيات شفته كيف بيختصر الشخص أوقات كتير بحياته بشخصه خريطة الوطن من لقبيات للصرفانت فإذا الدكتور سليم الظاهر منه جديد منه غريب عن هالموضوع الدكتور سليم الظاهر عيش الأخوة الإنسانية بحياته بعائلته وكتب عن الأخوة الإنسانية سنوات قبل ما تنذكر بالوسيقة وباتصالاته وبتعاليمه بالجامعة اللبنانية وبالجامعات الأخرى اللي علم فيها وبكتاباته بفتكر عطي هالموضوع حقه وهو الأجدر أنه يكون ضيفنا اليوم ويحكي عن هالموضوع فإذا الكتب المؤدسة التعاليم السماوية هي القاعدة هي الإطار هي المحرك لهالوثيقة والمؤسسات الدينية أو المؤسسة الدينية هي حاضنة هي راعية ولكن هالوسيقة ما اجت من العدم إلى تاريخها وإلى دينامية تبعها وهالدينامية بحاجة أنه ندل نحركها وبعتقد دكتور سليم من أجدر من يحرك هذه الدينامية رح أحكي لكم عن علاقتها عن جزورها بس بدي رحب فيك أخونا وصديقنا وزميلنا دكتور سليم أنا بدوري بحب أعرب عن شكري وتقديري الكبير لألك دكتور أنتوان طبعاً نحنا وياك عمر بخدمة الكنيسة وخدمة الإنسان كل إنسان بداياً من سنة الواحد والتسعين لمن كنت أنت مدير كاريتاس وكانت أنا بكل تواضع ورخي جوزيف ممثل أبرشية ترابلس المارونية في مجلس كاريتاس اليوم أنا بشرفني أني أطل على المشاهدين من خلال تليليميار في لبنان في العالم العربي في الانتشار وفي الدنيا أي إنسان يتكلم اللغة العربية نتمنى أنه يسمعنا نحنا بتاريخ الوسيقى أو بتاريخ الأخوة الإنسانية قبل ما يكون فيه وسيقى الكنيسة كانت حاضرة وحتى خليني أقول قبل الكنيسة بالكتب المؤدسة من العهد الأديم يعني من أيام قيين وهبيل من أيام الأخوة من أيام الأخوة كان ربنا حاضر وربنا بتعليمه السماوية كان بالعهد الأديم أو بالعهد الجديد أو بالقرآن الكريم كتير نحكى عن هالموضوع ونحكى عن هالقيم يلي هي أسس للأخوة الإنسانية يعني أنا ما في أحكي أخوة إنسانية إلا ما أحكي عن المحبة إلا ما أحكي عن العنف إلا ما أحكي عن المسامحة إلا ما أحكي عن الحرية هاي العناوين الكبيرة يلي راح نتطرق لها بحلقتنا الليلة كانت حاضرة بتاريخنا الديني من زمان وبتاريخ الكنيسة بالذات خليني أقول حتى ما أذكر إلا الكنيسة المعاصرة يعني بقول من أيام المجمع الفاتيكاني الثاني من الستينات الأرن المنصر نوستري أيتاتي هو بيان أصدرته المجمع الفاتيكاني الثاني عن الديانات غير المسيحية بيقول حرفيا لا يمكننا أن ندعو الله أبا للجميع إذا رفضنا أن نتصرف كأخوة مع الناس المخلوقين على صورة الله وطبعا الكنيسة من وقتها عندها مؤسسات طعنا بالحوار منذكر كمان أنه حتى بالكنيسة في لبنان في عنا اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي هيدا اللجنة يلي كان إلي الشرف كون أنا أول أمين سر له إليه مع أيام المطران اللي يرحمه خليل أبي نادر وهي اللجنة مستمرة اليوم فإذا الكنيسة كلها عندها شغف عندها اهتمام بهالموضوع وما بدي أحكي عن اللجنة الوطنية وعن مؤسسات مبادرات أخرى مثل أديان مثل مؤسسات السلم الأهلي وغيرة وغيرة أنا اللي بدي أقول أنه غير الكنيسة كمان من جهة أخرى صار فيه نشاطات بهالموضوع يعني الجامعة الإديس يوسف عندها مؤسسة للحوار دراسات المسيحية الإسلامية المعهد صار عمره 43 سنة يعني الأب دو بريلو لاتور والدكتور هشام نشابي شغلين بهالموضوع وعملين صفحات مليانة على الموضوع العلمي فيه كمان مؤتمرات صارت مثلا أعلان الأزهر حول المواطنية والعيش معا أعلان الأزهر هذا بيان أرى شخصيا إمام الأزهر بواحد أدار 2017 أذكر مثلا إعلان بيروت لقد أخرج إعلان بيروت المفهوم الإسلامي للحريات إلى شمس الحقيقة الصاطعة فأنارى سراجا ووضعه على منارة ليرى الكل نوره كي يميز العالم بين أصالة وأصولية ومباجئ وبدائية ويدرك أن حضارة الإسلام لا تقيم في مشهدية العنف والموت إنما في عيش الحياة والدعوة إلى الحريات وهذه هبة أوتيها الإنسان من لدن الخالق ونادت بها شرائع الأديان وأصبحت جزءا من الإيمان قبل أن تكون منحة من سلطان أو منة من متسلط وقبل أن تنادي بها هيئات الأمم وقبل أن تسعى إليها مواثيق الشعوب هيدا كلام نقال عن هالإعلان المهم يلي صدر بحذيران 2015 وطبعا في إعلان صدر عن إعلان بيروت صدر على أثر مؤتمر بجامعة الويزة رعاه غبطة البطريارك بشار الراعي سيدنا البطريارك كان هو راعي الاحتفال يلي ندرج بزيت الخط مع إعلان الأزهر بواحد سبعة 2017 وطبعا كيف فيه مؤتمرات أخرى مثل مؤتمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية صار فيه كتير منه هلأ المجال متاح إنه نعدهم كلهم بس تحد عم بذكرهم تدل على دينامية الحوار على انتشار هالروحية خصوصا بهالزمن الأخير يلي عم بتسيطر فيه أمراض كتير على مجتمعنا التطرف، التسلح، الفساد، الهيمنة وما إلى ذلك طبعا مبادارات فردية وبس قول مبادارات فردية تغري بتحضر قدامي دكتور سليم وبحب نسمعك مشاهدين وأنا عن مباداراتك الفردية تاريخيا بهالمجال شكرا وأنا معك بعتبر هذا السؤال كتير مهم وأساسي لأنه طبعا الإنسان لازم يوضح شو هي المنطلقات شو هي العوامل يلي بتخليه يتصرف بالحياة وياخد موايقف أنا بكل هيك تواضع أنا مسيحي مؤمن بقوة بتعاليم ربنا وإلهنا يسوع المسيح ومؤمن بالقيم التي علمنا إياها في الإنجيل المقدس هلا طبعا رح نحكي عن القيم إذا بتسمح بعض شوية اتنين أنا بتربية العائلية تعلمت محبة المسلمين الوالد الله يرحمه الشيخ أنطونيوس هو صديق كبير لعدد من زعماء المسلمين مشايخ المسلمين ومسلمين عاديين في عكار وبالتالي كنا نشوفهم باستمرار في بيتنا تدقت أنا محبتهم للمسلمين بعدين سفرت على هارفرد وتخصصت بالعلوم السياسية ونلت شهادة الدكتوراه سنة الثلاثة وثمينة أحد أساتيزتي الكبار في جامعة هارفرد كان كارل دويتش كارل دويتش هو أستاذ السلام الدولي هالشخصية المهمة العلميا عملاقة هو معتبر خليفة أريستو في العلوم السياسية بالنسبة لبعض أسادة جامعة هارفرد هو أثر فيني بعلمه وبشخصيته الإنسانية رجعت على لبنان بال83 أوكي شفت أنا أنه بنية المجتمع اللبناني هي بحاجة أنه العلم يساهم في إيجاد حلول لألة مشان هيك تعلمت على ذاتي الإسلام درسته طبعا بكل تواضع قد ما بقدر وصرت مهتمة أني تابع مسيرة العلمية في ضوء ما تعلمته في الإنجيل في العائلة في الجامعة وبالتالي في الحياة أنا سنة الـ 91 منقدم أنا والمرحوم الدكتور جورج المور قدمنا مشروع تربية المواطن وبناء السلام في لبنان أنا شخصيا بعتبر أنه الحوار المسيحي الإسلامي على أهميته إنما هو إجمالا التطور طبعه تطور بطيء وبالتالي كانت تدأى تفكر طبعا أنا شاركت بحلقات حوار عدة حلقات حوار إنما ابتدأى تفكر أنه نحن ما يجمعنا وبشكل واضح وبشكل جليه هو القيم القيم المشتركة في المسيحية والإسلام مش هناك سنة 92-93 نزمت أول ندوة بكل تواضع أول ندوة عن القيم المشتركة في المسيحية والإسلام بحلبة بعكار وشارك فيها قيادات دينية من جميع الطوائف 92 كمان أسسنا مع بعضنا أنا وأصدقائي المسلمين جمعية للطفولة سمعناها الجمعية اللبنانية لإسعاد الطفولة بالجامعات أنا كمان اخترت أني انتقل إلى الجامعة اللبنانية وأنا عشت في الجامعة اللبنانية بين زملائي معظم المسلمين وطبعاً هني كانوا يحبوني كتير وبعداً لليوم بيبادلوني المحبة موضوع الأخوة الإنسانية هذا التعبير يلي صار اليوم إلو تقلو صح حضرتك كنت أول من بلش يكتب بها الموضوع صحيح أي وقت بلش تكتب بها بالوسائق بسنة التسعة وتسعين بهيدا الدراسة نشرناها سنة التسعة وتسعين بقول فيها حرفياً إن المواطن بإمكانه أن يجد الضمانة لدى المواطن الآخر إذا جمعهما إيمان بالقيم على اختلاف أنواعها وخاصة إذا كانا قد حظيا بتربية وطنية وإنسانية وعاشا في مجتمع يسوده احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص طبعاً القيم وعلى أساس الأخوة بين البشر كما تعلم الأديان الموحدة المسيحية والإسلام وذكر عاد أيات من القرآن الكريم وأيات من الإنجيل المقدس فإذا بالتسع وتسعين ابتدأنا بالألفان وأربعة بالألفان وأربعة مننشر أنا وزميلة وصديقي الدكتور محمد طي كتاب عن حقوق الطفل في المسيحية والإسلام بالمقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة بهالكتاب أنا كتبت في إطار حقوق الطفل في المسيحية البابا القديس قديس بولوس السادس أنه حرفياً الأبوة الإلهية تعني الأخوة بين البشر وهذه ناحية بارزة في الشمولية المسيحية ونقطة مشتركة أيضاً مع ديانات كبيرة أخرى ومسلمة من أرقم بلغت إليه الحكمة الإلهية في جميع العصور طيب هيدا المسار يلي جزء منه ضوّلت لنا عليه مش كله أكيد لأنه ألا بدنا نفوت على عمق الموضوع يعني بدنا نحكي عن الوسيئة بحد ذاتها يلي اعتبرت حدث استثنائي بتاريخ الشعوب لأنه نقلتنا من مجرد لقاء لقاء تاريخي لقاء حضارات لقاء أديان لقاء ما كان مثله وما صار مثله لحد هلأ يعني إذا بدك مثل ما بيقولوا دايماً خريطة الطريق هاي الكلمة اللي ديرجي هاي الوسيئة فعلاً هي خريطة طريق للمستقبل هي التزام بيحيلنا بالعمل من أجل تركيز هالأفكار يلي بتقاوم التطرف والعنف والصدام الدائم بين الشعوب هيدا أهمية الرسالة يلي انطلقت من الإيمان أول كلمة بتقول المؤدمة تبعها يحملوا الإيمان المؤمن على أن يرى في الآخر أخن له يعني الوسيئة إيمان أساس كل عمل والآخر أخن له هيدا بتقودنا لكلام عن المؤاذرة والعون المطلوبين يمكن من هيك بكرة من هيك اليوم بـ 14 الشهر إثارة هالموضوع ومن بكرة يوم آخر يعني بنصلك لنا لحتى نساعد الناس كمان في دعم للعالم بل الوسيئة ذاتها إن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله وبتقديم العون لكل إنسان ولسيما الضعفاء والأكتر حاجة هيدا أهمية الوسيئة كمدخل وأهميتها إنه آثارة قدامنا عناوين مخيفة سباق التسلح الظلم الاجتماعي الفساد التدهور الأخلاقي الإرهاب العنصرية التطرف هون بدنا نحكي نحن وياك وخصوصا بموضوع الحرية والحوار يلي هيدا الدواء هيدا الدواء لكل هالأمراض اللي عبعدون أنا أوكي شكرا أنا حابب نقول وهون عم نتكامل مع بعضنا انطلاقا من عنوان الوسيقة هي وسيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك يعني ابتداء من العنوان فيه ثلاث قيم كبيرة الأخوة الإنسانية السلام العالمي والعيش المشترك تركز الوسيقة بشكل كبير جدا ونوعا ما تفصلي على القيم التي تعلمها الأديان الموحدة المسيحية والإسلام وطبعا في إطار الاهتمام بالإطار الاهتمام بالمحاولة لإيجاد حلول للمجتمع تذكر الوسيقة بتعليم الديانتين إنما أنا بحب أني أذكر بشكل تفصيلة هل هي ذكرت الوسيقة بعض القيم وأنا حابب أني أرجع للمراجع الأساسية يعني للإنجيل المقدس والقرآن الكريم حاول النص عن بعض هذه القيم طبعا البداية في كل شيء في هذه الدنيا هو الإنسان المسيحية تعلمنا أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله في الإسلام الإنسان هو خليفة الله في الأرض هذه يأخذ الآيات الإنسان كرام يتمتع الإنسان بالكرامة كإنسان في المسيحية نقول نقصته قليلا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة في الإسلام نقول لقد كرمنا أي تقول لقد كرمنا بني آده وحملناهم في البر والبحر ونتابع حياة الإنسان المسيحية تعلم الحرص على حياة الإنسان في العهد القديم الوصية في العهد القديم واضحة لا تقتل إنما بيجي المسيح بيقلنا لتكن لهم الحياة واللي تكن لهم طبعا في الإنجيل واللي تكن لهم أفضل واللي تكن لهم أكثر أفضل وأكثر أغاء بعدين بيقلنا إذا تعلمتوا أنتوا لا تقتل أنا عم لكم اللي بيقول لخيه يا أحمق يستحق نار جهنم نار جهنم والمحاكمة في المجلس في الإسلام من أحيا نفسا بغير نفسا فكإنما أحيا الناس جميعا وشوفوا العكس ومن قتل نفسا بغير نفسا فكإنما قتل الناس جميعا طبعا جميعا طبعا في أيات أخرى المساويات المسيح القديس بولوس بيعلمنا أنه ما بقى في لا يوناني ولا يهود ولا أسود ولا أبيض إنما الكل في المسيح أخوى في المسيح في الإسلام الحديث النبوي الشريف بيقول الناس سواسية كأسنان المشط بالنسبة للعدالة نحن طوب في المسيحية طوبة للجياع والعطاش إلى البر بمعنى العدل فإنهم سيشبعون العدل البر يعني العدل في تفسير كبار علماء الكنيسة أي أخرى بتقول كمان خلينا بهاي في الإسلام إذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل نعم يعني يعني كل اللي عم بتقوله كأنه كأنه عم نقرأه بالوسيقى كمان الوسيقى هي خواص هي مختصر كل هالأمور هايدي يعني قد ما تحكي بتدل جوا بدون شك بس نحن إلنا تحتى بإطار نضوّة نضوّة وبإطار يعني الناحية العلمية المتواضعة أنه هالشعوب في الدنيا قاطبة يعرفوا حقيقة التعليم المسيحية والإسلام وبالنسبة خاصة بالنسبة للمتطرفين الذين يرفضون مفهوم الأخوة نحن بعم الوثيقة راح نرتاح نحن والمشاهدين ونرجع نحكي عن أمور أخرى أثيرة بالوثيقة حلو